موسيقى نشرة مفصلة من أخبار الام تي في أهلا بكم مساء الخير إذا كان العام الفائت انتهى بخيبة عامة بفعل فشل الحكومة الذريع في إيجاد الحلول للملفات الساخنة الداخلية المتنوعة والإقليمية ذات الصلة بالواقع اللبناني فإن العام الجديد انفتح على صدمة عامة واستهجان ففيما كان مجلس الوزراء يخصص جلسته لدرس موضوع اللاجئين السوريين والفلسطينيين خرج السيد حسن نصر الله عرب الحكومة خرج في أربعين الحسين مستعيرا لسان المعارضة وتعابير السفير السوري ليطالب الحكومة باتخاذ موقف رسميا واضح من المسألة معلنا أن لبنان لا يمكنه أن يقفل حدوده في وجه اللاجئين في موقف يتعارض كليا مع موقف الوزير جبران باسيل في مجلس الوزراء والذي طالب بالإعلان أن لبنان لا يمكنه استعاب المزيد من السوريين ودعا إلى تخفيض عديدهم السيد نصر الله كان دعا الدولة إلى التفاوض المباشر مع خاطفين لبنانيين في سوريا في محاولة لاستعاب أهليهم الغاضبين الأمر الذي استدعى ردا مباشرا من وزير الداخلية مروان شربل الذي ذكره بأن الدولة تقوم بالتفاوض المباشر مع هؤلاء منذ أشهر وسط هذا التشنج يتوجه أعضاء اللجنة النيابية لبحث قانون الانتخاب إلى فندق ساحة النجم في السابع من الجاري والكل يتوقع من دون الحاجة إلى عرفين أن الإنجاز سيقتصر على حصول الاجتماع لاستحالة جر أحد الفريقين الفريق الآخر إلى البصم على قانون يلغيه من الخارطة النيابية ومن ثم السياسية لجنة الحوار الوطني في طريقها إلى التأجيل وإلى أجل غير مسمى تلافيا للقاء غير مكتمل للقيادات الوطنية حولها يؤدي إلى نسفها التأجيل أو التهرب الموصوف سينسحب أيضا على كل الملفات الاجتماعية المعيشية الموروثة من العام السابق وعواصف الغضب تتجمع في أروقة نقابات القطاعين العام والخاص إقليميا رائحة الموت المنبعثة من المجزر السورية المفتوحة استدرجت إلى سماء المنطقة عشقة مناورات عسكرية متقابلة وعروض للعضلات ستؤدي إلى تأبيد الصراع لأنها ستحمي بقاء القتال مستعلا وتمنع الحسم كما ستحول دون قيام أي دينامية إيجابية للحل البداية من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدة ومن هناك تنضم إلينا الزميلة دونيز رحمي فخري دونيز هل انتهت الجلسة؟ تفضلي نعم روبير الجلسة لا تزال مستمرة والنقاش بالفعل هو أبعد من الخطة المتعلقة بكيفية معالجة ملف اللاجئين السوريين ليكون بالفعل المياسي بامتياز وسط اقتراحات وأفكار متعددة وتباين بالأراء حول معظم الوزراء حتى الآن أكثر من 90% من الوزراء تحدثوا وأدلوا بدلوهم في هذا الملف وطرحت من قبل الوزراء أفكار تمحورت حول الإنعكاسات الأمنية والاقتصادية والسياسية لهذا الملف وفي الوقت الذي دعا فيه رئيس الجمهورية إلى التعاطي بعقلانية وموضوعية وبروحية وبالتجاوب لا التنافس مع ملف اللاجئين السوريين طالب الوزير جبران بسيل ومعه وزراء تكتل التغيير والإصلاح بموقف رسمي تعلنه الحكومة عن عدم تعلن فيه الحكومة عن عدم قدرة لبنان على استقبال أي لاجئ إضافي ابتداء من اليوم وأن يصار إلى تخفيض العدد الموجود حاليا في لبنان والمقدر بمئة وسبعين ألفا إلى مستوى الدنيا وأن تتم إعادتهم إلى سوريا حيث هناك أماكن كثيرة آمنة لا مشاكل فيها بحسب ما أكد الوزير جبران بسيل وعلمة الام تي في أيضا أن هذا الاختراح لاقى اعتراض معظم الوزراء وأن بسيل طالب ببت هذا الموضوع حتى لو طرح على التصويت في هذه الجلسة وبحسب المعلومات أيضا فإن وزير الداخلية اقترح إنشاء مخيمات متفرقة بين البقاع والجنوب وبيروت والشمال الأمر الذي رفضه وزراء التيار وغيرهم على خلفية أن هذه المخيمات كما قال بسيل بحسب المعلومات ستتحول إلى معسكرات تدريب للعناصر التي تدخل إلى لبنان من الثوار وتحدث وزراء عن مخاطر أمنية وإنعكاس أمني لهذا الملف ودخول سلاح وعناصر من القاعدة وسأل بحسب المعلومات أحد الوزراء بعدما تبين أن من بين مطلقي القذائف في طرابلس مؤخرا كان سوريين لماذا لم يتم القبض عليهم وطرح بعض الوزراء إجراء الاتصالات مع دول عربية للمساعدة في هذا الملف واستضافة بعض اللاجئين السوريين على صعيد آخر علمت الأم تيفي أن موضوع الاتهامات السورية لوزارة الشؤون الاجتماعية طرحت في الجلسة أيضا وقد لفت في هذا الإطار اقتراح قدمها وزير الخارجية عدنان منصور قدى بأن يحصل اتصال بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لمعالجة هذا الموضوع من دون أن يحدد على أي مستوى يجب أن يتم هذا الاتصال إذن روبير نحن بانتظار ماذا سيكون عليه القرار في هذا الجلسة وهل سيتم إرجاء البحث بموضوع اللاجئين إلى جلسة أخرى طبعا سنوافيكم بأي جديد الزميلة دونيز رحمي فخري من القصر الجمهوري في بعبدها شكرا لك الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله دعا الحكومة إلى التفاوض المباشر مع خاطفين لبنانيين في أعزاز معتبرا أن اللبنان لا يستطيع إغلاق حدوده بوجه اللاجئين من سوريا متمسكون بوحدة بلادنا وطنا وشعبا ومؤسسات وإن أطلت مشاريع دويلات من هنا أو هناك يجب أن يرفضها لبنان أكثر المتأثرين بالأزمة السورية الموقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى أربعين لإمام الحسين في بعلبك حيث ضمن كلمته عددا القضايا الساخنة كانت أولاها قضية اللاجئين نحن ندعو أولا إلى التعاطي مع قضية النازحين ومع ملف النازحين من زاوية إنسانية بحتة وعدم تسييس هذا الملف من قريب ولا من بعيد نحن لا نستطيع كلبنان لأي اعتبار أن نغلق الحدود مع سوريا كل المعطيات تؤكد أن معركة سوريا إن استمرت فيها الخيارات العسكرية فهي معركة طويلة ودامية وأن أفق الحل السياسي مفتوح إلا أن هناك من يعطله قالها نصر الله معتبرا أن على الدولة اللبنانية القيامة بحركة سياسية جادة يعني أن يطور لبنان موقفه السياسي باتجاه الضغط أو المساعدة إلى جانب كل أولئك الذين يضغطون من أجل أن يكون في سوريا حل سياسي مش نضل نقي عن النفس بالنفس وقاعدين هيك مكتفين ونتحمل آثار وتداعيات هذه الأحداث الأمين العام لحزب الله رأى أن حركة الدولة اللبنانية في ملف مخطفي أعزاز غير مقنعة أنا أدعو بكل وضوح الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية إلى التفاوض المباشر مع الخاطفين إذا بد يظل ناطر أنا عم بيحكي يعني اللبناني عم يحكي مع التركي والتركي هات يفهم علي عربي ما نوصل للنتيجة في ثلاث دول مؤثرة وقادرة أن تحسم هذا الملف هي تركيا والسعودية وقطر وهي اللي عم تتمول وهي اللي عم تتسلح وهي اللي بتتواصل مع المجموعات المقاتلة تتفضل دول لبنانية عندها علاقاتها هي عضو بجامعة الدول العربية هي عضو مؤتمر مؤتمر الإسلامي مش مقبول بس أنه والله فلان المسؤول أنه حكينا تلفننا نصر الله اعتبر أن الحكومة هي التي منعت انتقال القتال إلى لبنان ولو كان الفريق الآخر هو الذي يدير البلاد لو ورط لبنان ليس فقط في قتال داخلي بل في قتال مع سوريا قصف على ريف دمشق اليوم السادس والثلاثين على التوالي والمعارك متواصلة بين القوات النظامية والمعارضين يمكن تسمية التطورات التي تحصل في سوريا في الساعات الأخيرة بحرب المطارات بحيث تتكثف الاشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين في محيط عدة مطارات في مختلف المدن في محاولة المعارضين السيطرة عليها التقدم نحو مطار تفتناز العسكري في إدلب مستمر والمقاتلون من جبهة النصرة وكتائب أحرار الشام والطليعة الإسلامية يستمرون في سعيهم للسيطرة على المطار في حين ترد القوات النظامية بقصف على محيطه المهاجمون تمكنوا من اقتحام أسوار المطار وتفجير سيارة مفخخة عند مدخله واقتحموا مبنى القيادة قبل أن ينسحبوا لاحقا في حلب سجلت اشتباكات في محيط مطار حلب الدولي قرب الكتيبة 80 المكلف حماية المطار والتي يحاصرها المعارضون منذ أيام في الشرق سيطر المقاتلون على إجزاء كبيرة من محافظة دير الزور وعلى حقول النفطية وعلى مطار حمدان العسكري بالتزامن مع اشتباكات في محيط المطار العسكري في مدينة دير الزور أكد سفير روسيا في لبنان أليكزاندر زاسبيكن بعد لقاءه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد تؤدي إلى طريق مسدود كما أن المطالبات بتحويل القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية تعرق للتركيز على الأهداف الأساسية وهي وقف سفك الدماء وبدء الحوار بين السلطات والمعارضة بشروط المطروحة حاليا ناشطون سوريون يطلقون من بيروت التيار الوطني لإنقاذ سوريا مستخدمين حجج النظام ومنطقة تقرير لحسين الخريس شهد فندق الماريوت مؤتمرا سحفيا لناشطين السوريين أطلقوا على أنفسهم التيار الوطني لإنقاذ سوريا وعزوا عقد المؤتمر في بيروت بدلا من دمشق إلى عدم وجود وسائل الإعلام الموضوعية فيها الناشطون هم فهد البارود عضو حزب عدل والدكتور نبيل فياد مؤسس عدل الذي اعتقل في سجون النظام ونفي إلى لبنان سبع سنوات وعضو مجلس الشعب السوري المستقل عمر أوسي المجتمعون دانوا تجاوزات النظام وانتقدوا مجلس اتلاف الدوحة متهمينه بالارتباط بجماعات قاعدية وبما يسمى بجبهة النصرة أما عن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه أو رحيله للعبور إلى سوريا جديدة فقد كان تأكيد أن الأمر هذا يقرره الشعب السوري الديمقراطية تعني صناديق الاقتراع هناك إقصائية من الطرفين هناك إقصائية ترفض حوار مع أطرافنا المعارضة وهناك إقصائية بالمعارضة بالمقابل تضع شروط مسبقة نحن هنا لو ندافع عن نظام ندافع عن جيش عن وطن عن دولة وعرض الحاضرون صورا قالوا إنها لجماعات تكفرية تقوم بقطع الرؤوس ونشر ثقافة القتل لدى الأطفال وتنفيذ أحكام الإعدام على أساس المذهب والطائفة أما عن قتل المدنيين في سوريا عبر القصف الجوي من قبل قوات النظام فقد وصف فياض الأمر بتجاوزات معتبرا أنها تحصل في كل الحروب بهدف الدفاع عن احتلال مناطق من سوريا من قبل الغربة النائب ميشيل عون شدد على ضرورة حل مشكلة اللاجئين السوريين الذين قد يطيحون بالتوازن الاقتصادي متطرقا إلى موضوع المخطفين في سوريا أكثر من 45 دقيقة استغرق تصريح النائب العماد ميشيل عون بعد اجتماع تكتل التغيير والأصلاح الأسبوعي من دون أن يفسح بالمجال للصحفيين بإجراء مداخلاتهم عن مجموعة الملفات الداخلية التي طرحها من دون أن ينسى التطرق إلى مشاكل الجيران فيما خص قانون الانتخاب اعتبر عون أن المشروع المطروح مع اللقاء الأرثوذوكسي هو المشروع الأفضل ومن بعده يأتي نظام النسبي مطلقا سهامه نحو باقي الفرقاء المسيحيين يبتزونا من تاريخ اتفاق الطائف اللي بتزازل لازم يتوقف نحنا اليوم عندنا 24 نائب ما قلنا عليها في يوم وأنا مش هود ل24 نائب درولي أنا أخدهم في عندهم حلفاء لألهم عندهم حلفاء مسيحيين وهو دي اليوم كل يوم بيسمعوني أنه يخيب عاشي لك شغل عيد المسيحيين شعبيتك بالأرض خدهم اللقاء الأرثوذوكسي وش حطوني من البلد أنا بقبل بقرار نفسهم للحكومة 24 نائب بنا نستردهم واللي مش عيش بوا يعمل أنون انتخابات فيه بالجلسة الجاية بيبحثوا أول شيء الأنون الأرثوذوكسي خلوا يطلعوا كل جلسة أنون ويحطوا عليه لش سنحنا رفضينه عون الذي أبدى تخوفه في مطلع العام من ظاهرة دين التكفير والهجرة في الإسلام ما قد ينجم عنه من تبعات خطرة في الداخل اللبناني كمقال تطرق أيضا إلى موضوع المخطفين في سوريا مش نحنا خطفنا حدا نحنا أحمقنا نفى مردية الفعل مع العلم أنو أنا مد ضد الخطف وضد الخطف المعاكس بس حتى ما نشوف إلا عملية الخطف الخطف المعاكس ونديني عليها الناس ونصير نجلدهم ونسينا أنه في عنا مخطفين بمنطقة ثانية والدولة اللي خطفتهم عم تدافع عن الديموقراطية بسوريا ما حدا من تركيا أو الدول العربية الثانية المساندية للثورة بدأ يضل الاستقرار بالبنان مزجوط هي اللي وردتنا التكفريين لهم وهي اللي عم تدفع لهم ممال ومطوع لبنان بالحديد والنار وعن الوضع في سوريا اعتبر عون أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن يسقط مشددا على ضرورة حل مشكلة النازحين الذين قد يطحون بالتوازن الاقتصادي على الأرض كتلة المستقبل تؤكد أنها لن تعود إلى طاولة الحوار إلا بعد استقالة الحكومة واقتناع حزب الله بأن الهدف من الحوار هو تنظيم وضع سلاحه بإمرة الدولة الكتلة وخلال اجتماعها الأسبوعية حملت الحكومة مسئولية تفاقم مشكلة اللاجئين السوريين والفلسطينيين كما استهجنت تصريحات السفير السوري والمذكرات الصادر عنها مستغربة موقف وزير الخارجية اللبنانية والصمت شبه الكامل لرئيس الحكومة تجاه هذه التجاوزات التي تسترجع عهد الوصايا إن الكتلة تكرر أنها لن تعود إلى طاولة الحوار إلا بعد استقالة الحكومة الحالية وبعد أن يقتنع حزب الله أن الهدف من الحوار هو من أجل تنظيم وضع سلاحه بأمرة الدولة والانخراطه في هذه الدولة بما تعنيه من القبول بسلطة مؤسساتها الدستورية والقانونية عليه وعلى كل اللبنانيين كونهم يشكلون شعبا واحدا تؤكد كتلة المستقبل أنها تتطلع بأمل وإيجابية لاجتماعات اللجنة النيابية الفرعية للتواصل المنبثقة عن اللجان المشتركة والكتلة في هذا المجال منفتحة على التواصل إلى قانون انتخاب يراعي هواجس جميع اللبن الشركاء في الوطن ويحافظ على عدالة التمثيل وشمليته البطريارك الراعي يرى أنه من المعيب أن لا يجلس السياسيون إلى طاولة الحوار وأن لا يتوصل إلى قانون انتخاب يليق بالشعب اللبناني ومن العيد إذا كان السلطة السياسية في لبنان ما بدأت التعمل لنون انتخاب يليق بالشعب اللبناني وتطرعاته بيكون معيب ومعيب للخير الناس الغير أدلا أكبر مشكلة في لبنان السينية وأكبر مشكلة الاجتماعية أكبر مشكلة السياسية أكبر مشكلة بطريقية في عين التيني عرض رئيس مجلس نوابنا بهبر مع رئيس لجنة الإدارة والعدل أن أبروبير غانم الذي يرأس اجتماعات لجنة درس قانون الانتخاب آلية عمل اللجنة واجتماعاتها التي تبدأ صباح الثلاثاء غانم تمنى بعد اللقاء أن يتوصل الأفريقى إلى أرضية مشتركة نأمل طبعا بإدرة هالشباب الذين يجتمعوا بإدرة كل المخلصين في هذا البلد أنه نقدر نتوصل إلى خليني يقول ما بني يقول رح نحل المشكلة لا هو الحل يبقى في الهيئة العامة ولكن أن نتوصل إلى نوع من أرضية يعني تكون مشتركة بين كل الأفريقاء اللي رح نجتمع فيهون يوم الثلاثاء المقبل مطلوب من الجميع بذل كل الجهود في سبيل نوعا ما التوصل إلى حلول ونوع من توافق بمكننا من أن نتخطى هذه المخاطر المحدكة دقاء بلبنان في التقرير الخاص ما هي آخر تطورات ملف الأدوية المزورة ولماذا تأجيل التحقيقات القضائية حتى أذار المقبل تقرير هنادي رحمي ليس جديدا الحديث عن ملفات أدوية مزورة في لبنان فالعام الماضي انتهى على وقع الكشف عن أدوية مزورة على دفعتين الأولى تضم 125 دواء أما الثانية ف376 الكل يتذكر أن الأمر جوبها بقرار صادر عن وزارة الصحة يقضي بجمع تلك الأدوية بغية إعادة تصديرها وإذا كانت عملية الجمع قد أنجزت أقله للدفعة الأولى فهل أعيد تصديرها إلى خارج لبنان أم ثمت خطر من إعادة توزيعها في السوق وهنا حلقة جديدة من مسلسل فضيحة الدواء المزور في لبنان أخذوا عينات من هذه الأدوية وراحوا يفحصوها بغير مختبرات حتى يقولوا أن هذه الأدوية هي أدوية سليمة والمشكلة بس بتزوير الملف بنتائج هذه المختبرات أنا أصل لمعلومات أنه في عدم تطابق بين نتيجة الفحص وبين المعطيات الموجودة بالملف يعني تنقول الدواء عيارة 500 ميلي جرام على الورق أخذوا على الفحص طلع لا ما في 500 ميلي جرام طلع في 300 ميلي جرام طب هيدا دواء ياسي وهيدا دواء مغشوش وهيدا دواء مزور يعني هيدا الفحصات عم تنعمل حتى يرجعوا يوزعوا هيدا الأدوية يرجعوا يبيعوها للناس أين هي تلك الأدوية حالياً وما هي كمياتها أسئلة حاولت الأم تي في طرحها على وزير الصحة لكنها لم تلقى الرد وفي الانتظار تطرح أسئلة أخرى عن المستودعات الثلاثة التي تم إقفالها والتي لم تعلن أسماؤها ولا عنوينها على أي أساس ممكن نحن نسكر نقفل مستودع بالشمع الأحمر بدون ما نطلع على الموجودات اللي فيه شو فيه جوه يمكن ما يكونوا فيه أدوية ليش عم بروح أنا بسكر وبيخطم بالشمع الأحمر بدون ما أتكد شو فيه جوه لا خطوات جديدة بحق الشركات المتورطة وهي لا تزال إلى حين تزاول أعمالها بانتظار أحكام القضاء أحكام سيتأخر صدورها ولسيما بعدما تم تأجيل جلسات الاستجواب مع المتورطين حتى آذار المقبل وذلك بناء على طلب من محامي الدفاع وموافقة وكلاء للدعاء بعد الإعلان منزل معلوف خارج الذاكرة تم خلق عنوان بريد إلكتروني مزور باسم الزميلة مونة صليبة وجه مجهول عبره رسائل تتضمن كلاما نابيا وصورا منافية للحشمة تتعرض لمقام ديني رفيع الزميلة صليبة تؤكد أن لا صلة لها بهذا العنوان الإلكتروني وهي تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل ما يثبت تورطه في هذا العمل المدان من قرر هدم منزل الأديب اللبناني العالمي أمين معلوف تقرير جوال إزيلي ما يتحول إلى حطام أمام أعينكم هو مبنى تراثي في منطقة المزرعة العقارية يعود لمنتصف الثلاثينيات من القرن الماضي عاش في الطابق الثاني منه الأديب اللبناني وعضو الأكاديمية الفرنسية أمين معلوف ها هي شركة كتان تباشر في هدمه بترخيص من وزير الثقافة جابي ليون الذي وفق على الهدم في 22-21-2012 على أنقاض قرار سابق له في 22 حزيران 2012 يمنع الهدم ما الذي تغير في غضون أربعة أشهر كيف تحول فجأة المبنى الذي صنفه ليون في قراره الأول بمبنى يمثل نمطا هندسيا مدينيا مميزا يحتفظ بفرادته في محيط متجانس إلى مبنى لا يتميز هندسيا بالتقنيات الدراثية نحنا شو بدنا نعمل نحنا كأكتيفيست لما تجي الوزارة تقف ضدنا لما تجي الوزارة تصدى للرابورات تبعونا لما يجي يقلنا أنه ما فيها حجر رملي وهي عم تنهدم نشوف حجر رملي وبيلنا الوزير مصبوط فيها حجر هلأ أعيني أنه هذا بيت مهم هلأ انتبهنا شو عم بيصير ببلدنا طلعوا حواليكم ليه ما بيجي مع الوزير وبيشوف هيدا الحيط بعيونه ويشوف شو عم بيصير مش أنه بيقعد بمكتب وبيشي بتتصل فينا بيقولولنا أين تبهوا اللي عم تعملوا ما تهجبوا علينا لا أم بلا صار وقت نقول الحقيقة يلا عم بيصير بوزارة السقافة منه منيح واليوم الهدم اللي عم بيصير ببيروت والبيوت اللي عم بتروح عم بتروح برخص قبل كنا نحارب الهدم الغير الانوني اليوم عم نحارب الهدم الانوني نحن اليوم عم نادي النيابة العامة والتفتيش لأنه غير ما يتحركوا هني ما رح نحط حد لهالفوضى هادي اللي ماشي بقرارات الوزارية ونحن عنا نداء هلا للرئيس ماضي أنه يتحرك من بكرة وينعمل التفتيش بدنا نعرف شو صار بها الأربعة تشهور تصلت بمعالي الوزير جابي ليون وقلت له أنه البنائة حجر رملة مقصمة بحجر رملة وأساس حجر رملة قال لي جسو ديزولي على التليفون صراحة هذا الكلمة ما بتحفظ لنا على تراثنا هي فضيحة جديدة في وزارة من المفترض أن تحمي تراث لبنان هنا على مقربة من المتحف الوطني يتحول العقار للتاليف ستمية وستة وتسعين مجرد رقم إضافي على لائحة مباني تراثية أزيلت من تراث لبنان الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب المفتوح بانتظار تثبيتهم تقرير هيسن خواند لم تكن بداية اليوم الجامعي الأول بعد عطلة الأعياد دراسية على الإطلاق في الجامعة اللبنانية فالأساتذة المتعاقدون مع الجامعة أقدموا على إغلاق مداخل مجمعي الحدث والفنار منعين الطلاب من الدخول ومعطلين الدراسة طيلة الحصتين الأوليين احتجاجا على عدم إقرار قانون التفرغ نحن اليوم عم نتمنى على الطلاب ما يفوتوا وهم لما عرفوا الموضوع في البعض بيعرفوا كثير الموضوع في البعض مش عارف عم نشرح له الموضوع اللي هو إقرار التفرغ اللي يعني استقرار وظيفة للإستاذ الجامعي اللي يعني نهود بالجامعة اللبنانية لأن الجامعة اللبنانية نحو الانهيار بظل 80% متعاقدين لا يوجد جامعة بالعالم تقدر تكفي بهذه النسبة العالية جدا من المتعاقدين الأساتذة لم يكتفوا باعتصام واحد فنقلوا تحركهم إلى مستديرة الصياد تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء معلنين خطوات تصعيدية أولا الالتزام في عدم دخول قاعات التدريس كليا نعم لن نلتزم لن ندخل أي قاعة التدريس نعم لن ندخل بعد الآن قاعة التدريس إلا متفرغين كما ومقاطعة أعمال الامتحانات للفصل الأول من العام 2012-2013 ثالثا إيقاف الأعمال التطبيقية التي لن يكون بالاستطاعة التعويض عنها لضيق الوقت وبالتالي لن يكون قرار تأجيل الملف إلا قد وضع مصير الطلاب أمام المجهول إذن تصعيدات لا محالة يقول الأساتذة المتعاقدون والخطوات التصعيدية كما تؤكد مصادر تربوية لن تقتصر عليهم بل قد تتعداها إلى الأساتذة المتفرغين الذين سيبدون كل تضامن مع زملائهم المتعاقدين الأمر الذي يبشر بإضراب مفتوح قد يطيح العام الجامعي استقبل رئيس حزب الكتائب أميل جمي الممثل حركة حماس في لبنان علي بركة على رأس وفد مرافق وتم خلال اللقاء بحث العلاقات اللبنانية الفلسطينية وقد أكد بركة تمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير استعرضنا أوضاع النازحين الفلسطينيين من سوريا وأكدنا أن هذه القضية قضية إنسانية نرفض أن تسيس هذه القضية وأن الفلسطينيين النازحين من سوريا وجودهم في لبنان هو وجود مؤقت وسيعود فورا إلى مخيمات في سوريا ريثما تنتهي الأزمة السورية أو يتم الاتفاق على تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا عن الأزمة الداخلية طلب قاد التحقيق العسكري عماد الزين عقوبة الأعدام لخمسة موقفين بينهم مصريه وحارس بناء ولفارين من وجه العدالة بتهمة اغتيال المسؤول السابق في حزب الله غالب عوالي بتفجير سيارته في حي معوض عام 2004 وقع إشكال بين شبان مناصرين للشيخ الأسير وأحد أبناء تعمير عين الحلوي الذي أصيب بجروح نقل على أثرها إلى مستشفى صيدة الحكومية حيث عينه الطبيب الشرعي وصلت صباح الخميس الدفع الأولى من المساعدات السعودية للاجئين السوريين في صيدة وجرى توزيعها بالتعاون مع مؤسسة الحرير للتنمية البشرية المستدامة واتحاد المؤسسات الإغاثية في صيدة المساعدات تأتي ضمن المرحلتين الأولى والثانية من خطة الحملة الوطنية السعودية التي تشمل مناطق لبنانية تستضيف لاجئين أقفل باعة عربات الخضار في سوق صيدة الجديد الطريقة الفرعية وأضرموا النار في حويات النفايات احتجاجا على ترد أوضاعهم المعيشية وطالبوا بلدية المدينة بمعالجة الأمر بعدما تراجعت حركة البيع بسبب عدم قدرتهم على منافسة احتكار المؤسسات التجارية الكبرى التي تتحكم بالأسعار وهدد الباعة بإحراق السوق إذا لم تستجب البلدية لمطالبهم وعلى الفور قامت قوة من الجيش وقوى الأمن بدبط الوضع بعد تعرض كنيسة مارروكوز في محمرش قضاء البترون إلى الخلع والسرق عشية رأس السنة قامت القوى الأمنية بملاحقة القضية ونجحت في إلقاء القبض على السارق وهو من التابعية السورية ويعمل في إحدى ورش المنطقة وقد تم تسليمه إلى القضاء المختص في كفرسلوان تفاحة على شكل وجه إنسان ركال مبارك والتفاصيل من كان ليتخيل أن بين مئات حبيبات التفاح المعلقة على أشجار بستين التفاح في كفرسلوان ستخرج قصة أقرب للخيال منها إلى الحقيقة تفاحة صفراء تشبه زميلاتها باللون فقط وإنما تختلف بالصورة التي تحملها وجه إنسان من فترة نحن عمشيل تفاح من البرات أطعت صندوق التفاح لشخص بالقرائي وفتحت صندوق التفاح وأنا راجع بطريقي قال تفضل شو طالب صندوق التفاح عندك إلى عيون إلى التم بشكل آدم تماما ولكن مضروبي من جانبه من جهة اليمين كان موجود دايني تل دايني قصيناها أحلامة تهتري كلا حطوم اغتنم الفرصة ليوجه رسالة إلى وزير الزراعة علّه يلتفت إلى خسائر الفادحة التي يعاني منها مزارع الطفاح جراء كسادي مواسمهم هذا العام لكنه بدى متفائلا بهذه الظاهرة التي يعتبرها فأل خير في مطلع العام الجديد ما أقول لكم حدا حاططا بقلب هذا الصندوق ما أقول لكم هو رسمع بإيده لا لا لأنه تفاحة بحيال ما أنه جرحت قشرتها شي بسيط بدأت تهري هاي مقطوفي من شهر تسعة ومحطوطة بالبرار أنا قلت بايني ومنحاني قال حوة نزلت زعلاني من الفردوس الرباني وجاي تطعم أدم هاون تفاحة كفرس الويني وعلى ذمة الراوي تبقى هذه القصة غريبة وإن كان لا مستحيلة عند الخالق بعد الأعلان من أوقع بفتى البلاي بوي لم تحل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الشرطة العراقية دون وقوع انفجار بسيارة مفخخة في ناحية المسيب جنوب بغداد أودى بحياة سبعة عشر شخصا على الأقل وجرح أكثر من خمسين من الزوار الشيعة تزامنا مع إحياء ملايين الشيعة العراقيين والعرب والأجانب ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء تقرير لجنة تقصي الحقائق في ثورة يناير يشير إلى تورط جهات أجنبية في قتل المتظاهرين التفاصيل مع مراسل MTV هشام مهران مفاجأة عدة كشفتها تسريبات التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق الذي تسلمه الرئيس المصري حول أحداث ثورة يناير والمرحلة الانتقالية أبرزها الإشارة إلى تورط جهات أجنبية في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة التقرير أشار كذلك إلى رفض أجهزة المخابرات والأمن القومي التعاون مع النيابة العامة في جمع الأدلة وقت الثورة في الوقت الحالي منهم في السلطة هم أصحاب المصلحة الأساسيون في إخفاء مدار في قصة اقتحام السجون وهم حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين المصرية بالإضافة إلى دورهم الغامض في أحداث قتل أو شهداء السورة وارتكابهم لبعض هذه الأحداث كما تشير العديد من القرائل تقرير لجنة تقص الحقائق المشكلة بقرار جمهوري كشف اعتراف وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي بتلقيه اتصالات من قيادة هامة بالحزب الوطني المنحل للتدخل بأنصار الرئيس السابق لإخلاء ميدان التحرير في الثامن والعشرين من يناير إلا أن العدلي رفض الاقتراح وقتها حسب التقرير أحد الأعضاء الأساسين في اللجنة التي أعدت التقرير قال بشكل صريح ومباشر بأن هذه مضامين التقرير لا تحتوي أدلة ولكن ربما بعض القرائن في بعض الموضوعات وليس كل الموضوعات كما رصد التقرير إنشاء وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي قناة تلفزيونية مشفرة لنقل وقائع الثورة إلى الرئيس السابق حسني مبارك في القصر الجمهوري دون علم أحد هنا في ميدان التحرير وفي محيطه حيث وزارة الداخلية ومبنى مجلس الوزراء دارت غالبية أحداث الثورة المصرية تحت سمع وبصر العالم في بس مباشر لكن ورغم تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق فإن المعلومات التي توصلت إليها لا ترقى إلى مستوى الأدلة وفق العديد من القانونين هشام مهران متي في القاهرة هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى الأربعاء الخميس قرية فلسطينية في شمال الضفة الغربية وأقام المستوطنون بتحطيم سيارتين ورشقوا المنازل بالحجارة في قرية جالود جنوب شرقي مدينة نابلس كما اقتحموا منزلا وأنهالوا بالضرب على أحد الفلسطينيين في ليبيا خطفت مجموعة مسلحة مجهولة المقدم عبد السلام المهدوي رئيس قسم البحث الجنائي في مدرية الأمن الوطني في بنغازي وهجم المسلحون الملثمون سيارة المهدوي أثناء توقفه برفقة ضابطين عند إشارة مرور بالقرب من مبنى مدرية الأمن الوطني وخطفوه تحت تهديد السلاح ذكرت وسائل إعلام تركية أن الجنرال اسماعيل حقي كاراداي الرئيس الأسبق لهيئة الأركان التركية أوقف في اسطنبول بتهمة لعب دور في انقلاب أطاه عام 1997 أول رئيس حكومة إسلامي في تركيا وأوضحت محطات تلفزيونية تركية أن الجنرال المتقاعد سينقل إلى أنقرة ليمثل أمام القضاء في إطار تحقيق أدى العام الماضي إلى توقيف عدد من الضباط المتقاعدين بثت وكالة الأنباء الموريتانية تسجيل فيديو لثلاثة رهائن جزائريين تحتجزهم حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وهم يدعون بلدهم إلى السعي لإطلاق سراحهم وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا جماعة إسلامية ناشطة في شمال مالي ولم يتم التعريف بالرهائن الذين ظهروا في التسجيل يرتدون زياً أفغانياً وبصحة جيدة وكانوا يتحدثون تحت مراقبة رجال لم تصور وجوههم أقال رئيس إفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه ابنه جان فرانسوا من منصب وزير منتدم لشؤون الدفاع وأقال أيضاً رئيس أركان الجيش معلناً تسلمه بنفسه الحقيبة الويزارية الحساسة وكان بوزيزيه أعرب في كلمته إلى الأمة بمناسبة العام الجديد عن أسفه لعدم تمتع القوات المسلحة لفشلها وفشلها في وقف زحف متمردي تحالف سيليكا والذين سيطروا في أقل من أسبوعين على غالبية المدن الرئيسة في البلاد وباتوا على أعتاب العاصمة بانغي منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية إلى الممثل الفرنسي جيرار دوبرديو الذي هدد بالتخلي عن جواز سفره الفرنسي احتجاجاً على زيادة الضرائب التي تطول أغنى الأغنياء وكان دوبرديو نجم السينما الفرنسية أعلن أن رفض المجلس الدستوري الفرنسي مشروع فرض ضريبة نسبتها 75% على أغنى الأغنياء لا يغير شيئاً في قرار انتقاله إلى بلجيكا اشترت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية محطة تليفزيون كارن تيفي الأمريكية التي تواجه صعوبات مالية في صفقة ستتيح للجزيرة دخول سوق القنوات التليفزيونية الأمريكية كارن تيفي شارك في تأسيسها عام 2005 نائب الرئيس الأمريكي السابق ألغور ولم تكشف على الفور التفاصيل المالية للصفقة لكن مجلة فوربس قالت إن قيمتها قد تصل إلى 400 مليون دولار منها 100 مليون دولار لألغور محاكمة مغتصبي طالب الهندية صحة كلينتون وشافاز مقتل الملة نذير ومزيد من الأخبار في هذا التقرير وجهت تهمة لاختصاب الجماعي للمشتبه فيهم باختصاب الطالب الهندية في أعقاب وفاتها في حادث أثار غضبا شديدا في البلاد وبعد تعرضها لاختصاب جماعي وللضرب بقطبان حديدية ألقي بالطالب من الباص مع صديقها وتوفيت في مستشفى نقلت إليه في حال حرجة بعد خضوعها لثلاث عمليات جراحية أعلن مسؤولون أمنيون باكستانيون أن زعيم الحزب الباكستاني الملة نذير الذي أرسل رجالا لمقاتلة القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان قتل مع خمسة مقاتلين آخرين في غارة شنتها طائرة أمريكية من دون طيار في باكستان غادرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المستشفى بعد ثلاثة أيام على دخولها للعلاج من جلطة دموية أصبتها في الرأس ولم تعطي الخارجية الأمريكية تفاصيل بشأن تاريخ استئناف كلينتون أنشطتها وسيتعين عليها تسليم مهامها لخلافها جون كاري خلال أسابيع قليلة أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا الفنزولي خورخي أريازا صهر الرئيس هيوغو تشافاز أن صحة الرئيس الفنزولي في حال مستقرة لكن دقيقة من جهة ثانية أعلنت بوليفيا والبرازيل أنهما تشعران بالقلق على الوضع الصحي للرئيس الفنزولي بعد ثلاثة أسبع من العملية الجراحية التي خضع لها في إطار معالجته من السرطان في كوبا في فرنسا قتل خمسة أشخاص من أصل جزائري هم رجل وزوجته وأبناءهما ثلاثة في حريق مبنى في باريس أسفر عن إصابة ثمانية عشر شخصا بجروح طفيفة أيضا وبينما كانت ألسينة لهاب تمتد إلى الطابق السادس تمكنت فرق الأدفاء والإنقاذ بوسطة سلم كبير من إخراج سبعة أشخاص من المبنى أحدهم رضيع أصيب بجروح طفيفة مؤسس بلاي بوي يدخل القفص الذهبي مجددا رغم بلوغه السادسة والثمانين تقرير إرسل دكاش يبدو أن العمر ما بقى عم يقف حاجز أمام الزواج والمثال الأخير على ذلك هو زواج المؤسسة الرئيسي لمجلة وكافة مشاريع لبلاي بوي يو هافنر هافنر البالغ من العمر 86 سنة استبدل ثياب النوم الحراري المشهور فيها ببدلة رسمية وارتبط بكريستل هاريس الشاب الشقراء وعارضت لبلاي بوي يلي عمره 26 سنة والمراسيم تمت بالبلاي بوي منشن طبعا ببفيرلي هيلس كاليفورنيا هالقابل كانوا مقرارين يتزوجوا عام 2011 لكنهم أجبروا على تأجيل المشروع من بعض ما أصيب هافنر بوعك صحي ولكن هالمرة نجحوا بالارتباط وأكد الزوج الشهير على موقعه على تويتر أنه حاسس حاله سعيد ومحظوظ كتير هافنر كان متزوج مرتين قبل وعنده ولدين من كل زواج العدد الأول من مجلة بلاي بوي يلي تاريخه منه محدد أطلق بالأسواء بشهر كانون الأول من عام 1953 وكانت نجمته ميرلين مونرو كما أنه انبعت منه أكثر من خمسين ألف نسخة هافنر يلي ملتأ شخصيا بمونرو بحياته اشترى القبر الموجود إلى جانبه بالمدفن الموجودة فيه صفحة الاقتصادية المحلية والعالمية وزميلة جاسي طراد قسطون مساء الخير أشارت نشرة بانك عودة أن القطاع المصرفي بلبنان حافظ على نشاط معتدل بأول 11 شهر من 2012 فالودائع زادت 7.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار بالفترة ذاتها من 2011 أما التسليفات فزادت 3.6 مليار دولار وبأقل 23.8% من الفترة المماثلة من 2011 وتوزيع الودائع بشير لتراجع نسبة دولارية الودائع إلى 64.6% من 65.9% في 2011 لأدنى مستوى من سنتين إشارة أن المصارف ما زالت عم تبين مناع نسبية بظل مناع إقليمي غير إعتيئدة كما بيانت نشرة بانك عودة أن التدفقات المالية الوافدة واللي بلغت 13.8 مليار دولار بأول 11 شهر من 2012 ما كان يتكافي للتعويض عن العجز التجاري اللي زيت 7.6% لـ 15.7 مليار دولار بظل تراجع أداء القطاعات الجاذبة للتدفقات الخارجية ليسجل ميزان المدفوعات عجز بـ 1.9 مليار دولار بها الفترة بعد عجز صافي بـ 2.7 مليار دولار بالفترة ذاتها من 2011 عالميا أكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تأييدين أمام آضي أنه بيملك أدلة بالتبت تمويل ليبيا حملة نيكولاس ساركوزي الرئيسية بالـ 2007 وبحسب صحيفة لوباريزيا وأكد أنه قيمتها المساعدة بتتجاوز الـ 50 مليون يورو وهو مبلغ أشار له أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل بوقت وصف وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود جايان هالتصريحات بأنه من الخيل وقع الرئيس أوباما الأنون المتضمن تسوية حول الميزانية اللي بتسمح باستبعاد إجراءات تقشفية صارمة حاليا بالولايات المتحدة بوقت اعتبر صندوق النقد الدولي أنه هالأنون غير كافي ودعا إلى تطبيق سريع لخطة متكاملة بتزيد موارد الدولة وبتتحكم بزيادة النفاءات ورح يكون رفع السقف الأنوني للدين والاقتطاعات اللازمة بالموازنة بسلوب نقاش جديد بين البيت الأبيض والكونغرس بالربع الأول من 2013 عالميا وبالرغم من الأزمات الاقتصادية زادت إجمالة ثروة أغنى 100 ملياردير بالعالم خلال 2012 ب241 مليار دولار لتوصل لـ 1.9 تريليون دولار واحتفظ كارلوس سليم المكسيكي من أصل لبناني بلقى بأغنى أثرية الأرض بثروة قدرت بـ 75.2 مليار دولار بيتبعوا بيل جيتس بالمرتبة الثانية بثروة تقدر بـ 63 مليار دولار والمرتبة الثالثة للإسباني صاحب متاجر زارة أمانسيو أورتيغا بثروة 57.5 مليار دولار هذه كانت أخبارنا ننتقل إلى جولة البورصات ببيروت الدعم من البنوك اللي ارتفعت اليوم وأبرز الارتفاعات لسهم عودة لزيد 5% الإيجابية بقيت مسيطرة بالخليج مؤشر سوق دبي تحديدا عند أعلى مستويته بـ 9 شهر بدعم من قطاع العقار والبنوك والارتفاعات بحدود الـ 1% بأوروبا زخم الارتفاع من تفادي الهوية المالية إبلو مخاوف من تعثر محادثات الميزانية الأمريكية المقبلة اللي ضغطت على كل التعاملات بالأسوأ بولستريت غلب جنئ الأرباحة للمؤشرات بعد ارتفاع أو مبارح بظل توجه الأنظار اليوم على المشاكل اللي رح تواجه محادثات الميزانية المقبلة لخفض العجز من جهة ورفع السقف الأنوني للدين الحكومة وبعد الاستقرار عم اللحظة بها اللحظات على المؤشرات الأمريكية عودة ارتفاع دولار وتراجع النفط ضغطه على المعدن الأصفر بظل ترقب محادثات الميزانية الأمريكية الصعبة والأسوأ عم بتسجل 1674 دولار تقريبا طبعا هالمحادثات الصعبة ضغطت أيضا على النفط وبرنت عند مستويات 112 دولار أخيرا المخاوف من تعثر المحادثات الأمريكية عم يدعم الدولار كونه عملة آمنة وبالتالي اليورو عم يتراجع دون الـ 31-31-11 نهاية الاقتصاد من تابع الأخبار شكرا جسي شكرا جسي ولان إلى صفحة متفرقات سريعة ودع العالم المغنية باتي بيج يلي أغنيتها تانيسي وولتس عام 1950 سجلت أعلى المراتب على مدة أربعة شهر بيج باعت أكتر من 100 مليون آلبوم بمسيرة المهنية اللي امتدت على 67 سنة ومسيرة العائلية تكللت بثلاث زوجات أقرب واحد منهم كان عام 1990 حادثة مؤسفة أصابت أحد مصوري الباباراتزي يلي كان عم بيجرب يلطقت صور لسيارة الفراري يلي بيملكها المغني جاستين بيبر لما كانت عم تسحب الشرطة من الطريق لأنه عم بتعرقل حركة المرور المصور يلي طلبت منه الشرطة لابتعاد دهسته سيارة هو وعم بيقطع أربع خطوط من الطريق بيبر علق على الحادث وقال أنه بيتمنى أنه يكون سبب لا تشريع أنون جديد بيحمي حياة وسلامة المشهير كذلك الأمر رجل الشرطة والمصورين كمان يبدو أنه الإنسان صار فيه خط قيلولي صغيرة وين ما كان وبأي وقت كان بالشارع، بالمكتب، بالسيارة، بالمطار بما أنه تم صنع مخدة مميزة عنده أربع فجوات واحدة للراس، واحدة للفم، واثنين للإيتان هالمخدة بتساعد الشخص أنه ينفصل كليا عن كل شي حوله ويفوت بجو النوم والآن إلى زورج والأخبار الرياضية موسوار موسوار، تحدث مدفع ريال مادريد سيرجو راموس عن استعداد فريقه للقاء ريال سوسياداد على أرضه بالدورة الإسبانية اللي بيعود بالويك أند بعد عطلة الأعياد الريالي اللي عم بيحتل المركز الثالث بالليجة بعد 17 مرحلة بعيدا بسبع نقاط عن أتلتكم مادريد الثاني و16 عن برشيرونا المتصدر عم بواجه متاعب كبيرة بخط الدفاع بعد مشاكل انضباطية مع فابيو كوينتراو وغياب بيب باي اللي خضع لعملية جراحية بالكاحل وإقاف سيرجو راموس وإصابة مارسلو وبيشوف راموس أنه فريقه لازم يعود للمنافسة رغم كل المشاكل والغيابات وروح القتالية لازم تبقى عالية عند اللاعبين من أجل الفوز بلقب مع نهاية الموسم من جهة تانية ما استبعت حالس مرمى برشيرونا بيكتور فالدس إمكانية الرحيل عن فريقه مع نهاية الموسم المقبل بحال عدم تجديد عقده اللي بنتهي بحزيران 2014 وقال فالدس خلال مؤتمر صحافي أن حراسة مرمى برشيرونا وضعت ضغوطات كبيرة عليه لسنوات طويلة وربما من الأفضل تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة والتعرف على ثقافة بلدان جديدة وقبدأ فالدس عن انزعاجه من الانتقادات اللي طالته من جماهير النادي وممكن تكون دافع قوي لرحيله بالصيف المقبل وقال أن حراسة مرمى برشيرونا فيها مسؤولية كبيرة وضغوطات عديدة أظهر ميلان إيطالي تضامنه مع لاعب وسطه الدولي الغاني كيفن برينس بواتانج وانسحب من مباراته الودية اللي كانت مقامة ضد فريق برو باتريا من الدرجة الرابعة بالدير 26 بصابة الهتفاة العنصرية الصادرة عن جمهور الأخير وقال مدرر ميلان ماسيميليانو أليغري أنه الانتحاب كان الخيار الصحيح بموجهة أمر من هالنوع وأضاف أنه على إيطاليا كبلد أنه تتقدم وتصير أكتر تحضرا وكان بواتانج أول من ترك أرضية الملعب عندما حمل الكرة وراكلها باتجاه مدرجات الجمهور ولحق في رفاقه رغم محاولات لعبي أصحاب الأرض لأقناعهم بمواصلة المبارات بالنبيئي استضاف بوستن سلتيكس فريق منفس جريزليز على ملعب تيدي جاردن وتقلق عند الضيوف مايك كونلي مع 23 نقطة ورويدي جاي مع 19 نقطة أما عند أصحاب الأرض فكان بول بيرس أفضل هداف مع 17 نقطة لكنه ما نجح بتجيل أي سلة بالربع الأخير على رغم من محاولاته العديدة الأمر يلي ساعد منفس على حسم النتيجة لصالحه بواقع 93-83 ليواجه بوستن خسارته الرابعة على التوادي وبأبرز باقي المباريات يوني لعبت مبارياتها مباريح للمساء انتصارات لميامي على حساب دالاس لبروكلين خسارة جديدة للكليبرز وفوز لسان أنتونيو خارج أرضه على ميلوكي هذه كانت أبرز أخبارنا روبير من قوة للكون ومونة لو تبعوا باقي شكرا شكرا جوج ختاما إلى ميشيل حداد وأحوال التقص بانك الاعتماد اللبناني خمسين سنة بخدمة لبنان بانك الاعتماد بانك الاعتماد رح يتأثر لبنان ابتداء من الجمعة المساء بمنخفض جوي موجود فوق أوكرانيا وغرب روسية ورح يحمل معه حرارة منخفضة وشتي وتلج على ارتفاع ابتداء من 1300 متر أما بكرة فنهارنا قليل الغيوم بتحول المساء إلى غائم مع أمطار متفرقة وبعض العواصف الرعادي أتي جهريح الشمالي غربي الحرارة على السحل بتسجل أقصاها 22 درجة على المرتفعات بتتروح بين 9 و 17 أما بالداخل فبتتروح درجة الحرارة بين 15 و 16 درجة رطوبة عالية على السحل الهوى خفيف البحر هادي والجو مثل ما ذكرنا قليل الغيوم بالنهار بتحول المساء إلى غائم وممطار كيف التأس بكرة ببعض المناطق واضع اللبنينية منشوف سوا بيها الجو لبنجو يالي بتخذنا فوق منطقت الكوشرة مع 16 درجة 15 بأميون الدمين 9 درجة 12 بميروبة عين الأبو 15 درجة 17 بالبيرة مننتقل لصيدة وصور 21 متل ما عم بتشوفه الجو غائم عاية تانية 14 درجة والختين بيكون بطارية والهرمل مع 16 درجة لمحة سريعا تأس بكرة والثلاثة من اللي جايين بكرة الجمعة متل ما قلنا ابتداء من المساء بتوصل لعننا الأمطار متل ما عم بتشوفه سابتوا أحد وتنين الجو ممتر وانخفاض تدريجة بدرجات الحرارة عم بتشوفه نهار التنين بتنخفض للـ 15 درجة هذه كانت أخبار التأس للليلي عودي للزملة بقسم الأخبار وختم النشرة وأنا بلاقيكن بكرة نشرتنا انتهت أينما كنتم تابعوا دائما أخبار المتفي على تويتر المتفي لبنان نيوز على فيسبوك المتفي لبنان وعبر موقعنا الالكتروني المتفي دوت كوم دوت ألبي ألقاكم عند منتصف الليل إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة